مجلس الصحة الخليجي ويشكل هذا العدد ما نسبته 6% من إجمالي عدد المفحوصين في البرنامج بهدف العمل في دول المجلس وصل عددهم إلى نحو 8 ملايين وافد وتم فحصهم في بلدانهم وأضاف التقرير أن أبرز إنجازات البرنامج تمثلت في خفض نسبة الحالات غير اللائقة من الوافدين الذين يدخلون إلى دول المجلس ترجمة نانسي قنقر